سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة نعمة وبركات من الرب تكون معاكم النهاردة كل مشاهدينا على صفحات قناة الحياة وصفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك وأيضا اليوتيوب مباشر الآن كل سنة وانتم بخير وبركة وسلام النهاردة أول أيام سنة 2021 بصلي إنها تكون سنة مليئة بحضور وتحرير المسيح في كل أمور حياتكم وبركات ونعمة المسيح تملى بيوتكم وقلوبكم وتكون في وسط أسركم كل سنة جديدة بيكون دايما عندنا أمل إنه يكون أو نكون إحنا في مكان أفضل في الحياة وإنه يكون في تطور في عائلتنا وظروفنا سنة جديدة دايما بتدينا الفرصة إن إحنا نبص إلى المستقبل حلقة النهاردة هتكون بعنوان الله والمستقبل ممكن إحنا نكون بنبص للمستقبل مع السنة الجديدة لإنها بداية جديدة بتشوقنا إن إحنا نبص لقدام ونتوقع كده ونتخيل إيه اللي هتحمله الأيام القادمة لنا في ناس ممكن تبص للايام القادمة أو لبكرة على إنه بكرة الغامض يبصوله كده بتخوف أو في انتظار إن اللي هيحصل يمكن يكونوا عندهم رهبة من اللي هيحصل في السنة الجديدة وكأننا نبقى وقفين كده بنبص على اللي هيحصل بنتلقاه أو بنتوقعوا إنه حاجة حتصدمنا كده أو تدخل علينا وإحنا ملناش دخل فيها كتير من الناس بتفكر بالطريقة دي ولكن في ناس بتبص كمان لبكرة وتصر إنها تخطط له وتحترس منه وتنظم له وتستعدله برضو ده نوع من الخوف أو يعني بيدخل فيه نوع من الخوف إنك تحترس من بكرة ولكن إنت كمان حاطت إيدك وبتحاول إنك تخلي بكرة بتاعك بقى أحسن كل واحد مننا ليه طريقة أنا كنت بفكر وأنا بحضر لكم الحلقة دي كنت يعني بفكر في الناس اللي بتقول اليوم نحيا وغدا نموت وفاكرة عملتلكم حلقة على الموضوع ده السنة دي يا ريت ترجعوا تبصوا لها عشان تشوفوا إن حياتكم ليها هدف مع الله لكن توقعاتكم من الله للمستقبل هي الأساس اللي عايزين نبني عليه كلامنا مع بعض النهاردة أيضا إحنا نظرتنا للمستقبل بتتأثر بخبراتنا الشخصية لكن الصورة الزهنية اللي أنا حابة شارككم بيها النهاردة وهي الحقيقة الصورة اللي خلتني أخذ المصار ده في الحلقة حقيقي بروح الله الأمر ده وضح في ذهني أنا شفت كده يعني المشهد تخيلوا إنتوا كمان معايا لو إنتوا وقفين على باب والباب المربع ده إنت شايف إنت عارف اللي وراك إنت عارف إنت خارج من إين ممكن تكون خارج من بيتك مثلا إنت خيل أنك خارج من بيتك إنت عارف المكان ده في إيه لكن إنت وإنت واقف كده على عتبة الباب ده بتبص لقدام الباب ده بيفصل بين السنة اللي فاتت والسنة اللي جاي كل سنة في السنة الجديدة دايماً بيبقى عندنا فكرة ومنظور عن اللي فات إيه واللي جاي إيه وربنا هيعمل في إيه فالسنة دي الصورة اللي ربنا الدهاني هي صورة اللي وقفين على عتبة الباب دي يا ترى لو إنت فعلاً بتتخيل وبتتخيل نفسك وقفين على عتبة الباب يا ترى شايفين إيه يا ترى شايفة دباب مثلاً يا ترى شايفة في أرض يا ترى شايفة في طريق حتمشي فيه يا ترى شايفة في شمس يا ترى شايفة في ضلمة شايف إيه الخطوة الأولى خارج الباب ده شكلها إيه بالنسبة لكم تعرفوا إن أنا تخيلت كده إنه في ناس ممكن يكونوا شايفين الخطوة الأولى دي كأنك هتنزل في هوة كبيرة أنا مش شايف حاجة لأن المستقبل مجهول بالنسبة لناس كتير أسألك تاني إيه الأرض اللي هتحط رجليك عليها يا ترى شايف الطريق أمامك واضح ولا مش شايفه ده سؤال مهم ولو مش شايفه مش شايفه ليه خاصة بعد سنة صعبة زي اللي مرت علينا خلينا واقعيين كلنا تأثرنا بالسنة اللي فاتت كانت سنة صعبة جدا على كتير مننا كل اللي بيسمعني النهاردة وأنا منكم اتأثر بأحداث السنة الماضية السنة دي سواء كانت فيها أثر مباشر مثلا من كورونا على أحد أفراد الأسرة هل فقدت أو فقدت أحد أفراد أسرتك أو أصدقائك أو ناس غالين عليك هل مريته بحالة من الاكتئاب يعني صورة الاكتئاب اللي مر بيها يمكن كل بيت في العالم مش بتكلم على بلدك مش بتكلم على المكان اللي أنا عايشة فيه لكن في العالم نحن نواجه كنا نواجه صورة حقيقية للظلمة والشر اللي الشيطان كان عايزك تعلق عينيك عليه ولكن فيه صورة تانية ربنا عايز يوريها لي هل فقدت عملك مثلا أو بيزنس بنيته لسنين طويلة وراح فوسط البنديميك ده نسيت بيقوله عليه بالعربي بصراح الفيروس الشرير الجائحة اللي اكتحت العالم فيه ناس كتير فقدوا عمالهم ولسه ما عندهمش عمال هل اتأثرت عائلتك بشكل ما فيه ناس كتير السنة اللي فاتت دي فاجئتهم قاعدوا مع بعض الاول مرة واجهوا بعض الاول مرة اتخنقوا مع بعض الاول مرة يمكن انفصلوا عن بعض الى ما لا نهاية كان فيه احداث صعبة كتير في السنة اللي فاتت وكتير من الناس بيبصوا للأحداث السلبية في السنة اللي فاتت دي وده اللي بيطغى على مكان ايجابي فيه خلال السنة اللي فاتت دي واللي خرجنا به من العام الماضي مش كل تركيز العام الماضي كان على الاحداث السلبية ولا المرض ولا الانفصلات ولا الامور المادية اللي كلنا مرنا بيها ولكن كان فيه ايضا حاجات تانية ربنا اعلمها لنا خليني احط قدامكم اسئلة تفكروا فيها وانتو بتسمعوني ساعات القلم يحجب عن عينينا اننا نشوف عمل الله فانا عايزة اسألكم الاسئلة دي عشان اوريكم انه انا وانتم نعمة الله غطتنا حتى في وسط الازمات هل كان في وسط الازمات بركات من ربنا لو قفت وفكرت تقدر تطلع واحدة اتنين تلاتة عشرة عشرين هل كان فيه بركات في حياتك في وسط الازمة من ربنا كل واحد مننا النهار ده يقدر يقول كتير طب سؤال تاني ازاي حسيته بحضور الله في وسط أسركم وظروفكم هل اختبرت رحمات ربنا في وسط أسرتك وظروفك قدر أقول لكم واحدة من اللي انا مريت بيهم السنة الماضية ابني مرد في وسط الجائحة دي ولكن الله لم يسمح انه المرض الكورونا ده يلمسه كان في حالة خطيرة صحيح لكن بالرغم من انه الناس توقعت انه دي ممكن تكون اول حاجة تلمسه لكن الله لم يسمح والله اخرجه منها تقدر تشكر ربنا على حاجة زي كده حصلت في حياتك في بيتك في ظروفك كتير السؤال اللي بعد كده كنت يعني بفكر فيه دي معجزة من معجزات الله في حياتي الله وعدني انه مش هيلمس أولادي بيها وما لمستهمش والله يستطيع ان يوعدك بكل احتياجات أفكار قلبك وحياتك واهتماماتك واحد شخصي يناسب حياتك الشخصية هل اختبرت معجزات الله في حياتكم في العام الماضي؟ هل ربنا عمل معجزة ورا معجزة ورا معجزة في حياتك؟ وعرفت ان الله أمين معك في وسط الأزمات؟ كتير كتير هل اختبرت معجزات واعلانات من الله بصورة شخصية؟ كتير هل عرفت معنى ان الله قريب ألسق من الأخ في وسط الأزمة بصورة لم تتوقعها؟ نعم هل الله بركك وحماك وأعطاك وغطاك وانت عارف وانت عارفة انكم غير مستحقين؟ هل أمنتوا طغط على مكانكم منه لو انتوا عايشين خطية حتى ربنا حماك؟ في حياتي أنا أقدر أقول أنه كل اللي أنا اتكلمت عنه ده أقدر أقول أن ربنا اداني علامات فيه معظم اللي ذكرته ده كان حقيقة اختبرتها أنا اختبرت أمانة الله في الماضي والحاضر لذلك أستطيع أن أثق في المستقبل أيضا هي دي النقطة اللي أنا عايزاكوا تتوقفوا عندها السنة دي نحن الذين اختبرنا أمانة الله في حياتنا في الماضي نستطيع أن نثق في المستقبل أيضا مش على حسب اختبارك ولكن على حسب شخص الله وأمانة الله ووعود الله اللي بيفضل يحققها ويحققها ويأكدها ويأكدها قدامنا ولكن يعني غلازة قلوبنا ساعات هي اللي بتمنعنا أننا نشوفها مش بس كده عدم ثقاتنا أننا نقدر نتقدم أمامه عايزا أقولك وأقولك عزيزي وعزيستي النهاردة أنت تتقدم أمام المسيح بنعمة المسيح على حساب دم المسيح على حساب خلاص المسيح تستطيع أن تتقدم إلى عرش النعمة اليوم في أول يوم في سنة 2021 وتقوله يا رب على حساب النعمة اللي انت وهبتها لنا نحن نتقدم أمامك ونتمسك بكل وعد من وعودك في السنة القادمة بصلي أنه الآن تقدر تبص قدامك ونتواقف على عتبة الباب دي وتقول أنا أستطيع أني أحط رجلي على أرض صلبة مليانة كده بالعش بالنظر الأخضر اللي تحط رجلك كده تغوص فيه في النعمة حط وحطي رجلك على الأرض اللي قدامك دي في السنة الجديدة حسب ثقتك فالله وقلبه ليك النهاردة عندي رسالة وضعها ربنا على قلبي ليكم كلكم رسالة دي مهمة جدا مش عشان تتلقاها فقط ولكن هي خطة للعام القادم خريطة للصلاة للعام القادم حنصلي مع بعض كمؤمنين كجسد الرب كأولاد الرب وكل من سيضموا وينضموا إلينا في السنة الجاية في اسم يسوع ملايين من العابرين والعابرات ملايين من المؤمنين اللي كانوا البعدين وعادوا ملايين من الناس اللي مولودين في عائلات مسيحية ولم يستطيعوا إنهم ما يعرفوا عظم مجد يسوع المسيح هيعودوا إلى أحضان الآب في اسم يسوع خريطة الصلاة للسنة دي ربنا اديها ليه كده واحد اتنين ثلاثة علشان خاطر يعني نصليها مع بعض ويكون عندنا وقت كل شهر نصلي مع بعض الصلاوات دي ونحطها أمام ربنا وكل خطوة منها هتغير فينا وتغير في الجسد وتغير في الكنيسة وتنمي الكنيسة وتنمي حضور الله في وسطنا معرفتنا لحضور الله في وسطنا ممكن خريطة الصلاة دي انت تتبعها معايا أو معانا وممكن أيضا انه يكون عندك خطة الصلاة الخاصة بيك انت ممكن ربنا يدي لك انت آيات معينة تصليها كل شهر صلوات وطلبات معينة تضعيها أمام الله لكن انا حطت أمامكم الروح القدس حطه أمامي النهاردة واشارككم به اتناشر شهر اتناشر آية اتناشر وعد من الله نتمسك به حسب قلب الله لنا الآية الأولى لشهر يناير من مزمور تسعين والعدد ستاشر وسبعتاشر وأول ما نسلم للرب يعني أول ما نسلمه للرب في بداية السنة هو أنفسنا أولادنا بيوتنا علشان نبتدي على أرض صلبة لازم تكون يكون قلبك انت هو أول حاجة تضعها أمام الله قلبا نقيا اخلق فيها الله جدد يا رب قلبي فهمي فكري أنا أولادي بيتي البيت يكنس كده يتنظف علشان يبقى نضيف لاستقبال الروح القدس وعمل الله الجديد علشان نستخدم لمجد اسمه ويظهر مجده فينا في كل الظروف ودي صلة أنا يعني مزمور تسعين والأيتين دول دي صلة أنا يعني نفسي بصليها من أجل أبنائي من أجل أولادي دايما وبشجعكم أنكم تصلوا الصلة دي من أجل أولادكم ومن أجل أولادكم في الرب ومن أجل خدماتكم أيضا لأنه عندما يثبت الرب ويبارك عمل أيديهم هيكونوا مستخدمين حسب صلاح الله وليس حسب محدودية طلباتنا يا أخواتي أحيانا إحنا بنكون محددين جدا في اللي بنطلبه من ربنا لدرجة أنه ما عندناش مش قادرين نفتح قلوبنا وعقولنا على الروح القدس علشان نستقبل ما يريد الله لنا مش محدودية طلباتنا إحنا المزمور بيقول كده ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا وعمل أيدينا ثبت علينا وعمل أيدينا ثبته الله عايزك النهاردة ترى جلاله وتتأكد إنه فعله ليكم كأولاده عمله في حياتكم وجلاله هو نفسه عايزه يظهر في حياتك فأنا عايزة أصلي معاكم دلوقتي وكل واحد بيسمعني دلوقتي صلي اللي على قلبك والله إزاي يظهر عمل الله في حياتك فعله عمله صنيعه في حياتك هل ده هيظهر ليك أنت لوحدك لا ده هيظهر للعالم كله حولك إزاي جلاله بهاءه الكلمة في الإنجليزي يمكن اللغة الإنجليزية اسمها سبلندر يعني جلال بهاء يعني حاجة عظيمة جدا تنير حياتك ويبقى الكل عارف إنه ده جلال الله ده مش منك ده مش عملك مش بس ليك ده الأولادك والأحفادك ووعد الله ليهم كل مرة بيكونوا ولادي يعني خرجين دخلين مسافرين كل يوم كل يوم وأنا بصل لهم بقولوا يا رب سبت عمل يديهم يا رب بارك عمل يديهم من أجل اسمك عارفين لما يعني الخادم يقف ويوعز ويتكلم عن حقائق الروح القدس كشفها وفي الآخر يروح كده قفل الصلاة ويقولك يا رب سبت الكلام اللي احنا تكلمناه اليوم حتى لا يخططه في الشرير فأنا وإنت وإنت نصلي لأولادنا إنه عمل الله اللي وضع فيهم يثبت من أجل مجد اسمه والعمل اللي وضعه فينا يثبت من أجل مجد اسمه خلينا نصلي مع بعض لشهر يناير وتكون دي صلاتنا اليومية ونطلب من الرب إنه يثبت عمل أيدينا لمجد اسمه يثبت عمل أيدي أولادنا لمجد اسمه يثبت عمل خدمتنا لمجد اسمه يا رب إحنا بنشكرك لأنه أنت يا رب لا تبخل بجلالك وبهاءك علينا ولكن يا رب ده نعكاس محبتك لأولادك وبناتك فإحنا كأولادك وبناتك بنقول لك رب إحنا بنسلمك قلوبنا اليوم في أول يوم من السنة الجديدة بنقول لك رب غير قلوبنا طهر قلوبنا نقي أفكارنا تعمق يا رب في كشف كل مستور لازم يخرج من حياتنا علشان نكون مؤهبين معدين لأننا نكون آنية صلحة لاستقبالك يا روح الله يا رب املأنا بروحك القدوس تعالى يا رب وفيد على بيوتنا في اسم يسوع بحضور روحك القدوس الصالح المحب الذي يبني جسدك في وسط بيوتنا يا رب بنقول لك ابدأ بيا أنا ابدأ بيا أنا يا رب ابدأ ببيت يا رب في اسم يسوع ابدأ بأولادي يا رب في اسم يسوع نصدق ان انت تغير الماضي في اسم يسوع وتجعل المستقبل كل ما بني عليك تبت يا رب عمل يديك فينا في اسم يسوع مصد امين الاية اللي بعد كده الله محبة هي الاية لشهر لشهر فبراير في رسالة يحنى الاولى بيقول كده الله اظهر محباته لنا وارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به المحبة الله محبة هي المحبة التي تعطي وتبذل وتغضق وتتأنى وترفق ولا تتفاخر ولا تنتفخ كيف تتمثل محبة الله فينا لمن حولنا محبة الله لنا احنا نثق ان احنا نتلقاه محبته ظهرت لنا في كل ما صنع لكن السؤال ليه كلية لشهر فبراير احنا بدل ما نروح نتبادل ده بديب وشوكولاتة وقلوب وكلام من ده وده كله جميل واعملوه بليز اعملوه دي حاجة جميلة خالص علامات على محبتك لغيرك لكن كيف تتمثل محبة الله فينا لمن حولنا علشان يشوفوا عمل الله اللي فيك قول له رب انا عايز ده في حياتي السنة دي خلينا نصلي انه في الشهر ده اننا نعرف محبة الله الحقيقية ونثبت في محبة الله فنكون بادلين المحبة تبزل زي المسيح ما عمل من اجلك ومن اجلي نكون مسامحين للناس اللي بيتطهدونا احنا الان ننظر الى يعني من ايامه من اسابيع قليلة مضية كثير من المسيحيين في العالم كله مش في مصر بس عندنا كذا دولة ذبحوا على الهوية فلازم واحنا اولاد الله الباقين الموجودين هنا لسبب لمجد اسمه لازم نكون مسامحين المحبة تسامح المحبة تعطي من اجله وليس من اجل مجد ارضي ولا من اجل انفسنا ولكن من اجل مجد الله في رسالة يحن الاولى بيقول كده ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه خلينا نصلي مع بعض قولي يا رب علمنا اننا نحب الاخرين كما احببت انا انت من اجل اسمك وجلالك وكرمك يا رب علمنا ان احنا نأتي امامك ونضع كل ما في قلوبنا من الم ضد الاخرين ونغفر وننسى ونقدم اي الم تألمنا لك انت يا رب وامامك انت ونصلي من اجل هؤلاء وبصلي يا رب انه صلواتنا من اجل اخواتنا تكون صلوات تعلمنا محبتك انت كيف تحب انت ابنائك علمنا ان نحبهم كما تحبهم انت يا رب علمنا انه في شهر فبراير في سنة 2021 تكون المحبة التي يعطيها الاب مغيرة لقلوب ابنائه وبناته المؤمنين حتى ينظر العالم ويرى انه احنا فعلا انعكاس لمحبتك لشخصك لذاتك ويشوفونا ويشوفوك فينا كما في مرآة في اسم يسوع بصلي امين بصلي الشهر ده كمان انه في اسم يسوع كل بيت من بيوتنا انكسر فيه معنى الحب في اسم يسوع يكون ده بداية الشهر ده بداية لشفاء لشفاء واغضاق من محبة المسيح في وسط هذا البيت ليشفي كل جرح قرر الشيطان انه يضع في هذه البيوت في اسم يسوع بصلي الاية الشهر مارس هتكون من سفر عمال الرسل بيقول كده الكتاب وكان الرب يضم كل يوم للكنيسة الذين يخلصون انا كل ما قرأت الاية ده في سفر عمال الرسل بحب جدا الجزء ده من سفر عمال الرسل قلبي بيبتهج جدا لما اقرأ الاية ده وبفتكر ازاي تلاميذ المسيح كانوا عايشين والمؤمنين الاوائل اللي عاينوا وسمعوا منه وعرفوا قلبه ازاي كانوا بنفس واحدة متحدين في محبة الفادي الذي ظهر فيهم فاعطاهم نعمة في اعين الكاترين الاية بتقول وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الكنيسة الذين يخلصون يا ترى سؤالي ليك النهار ده يا ترى الاية ده بتبهج نفسك وبتصليها للنهار ده اه انا يعني عايزة اصلي معاكم النهار ده انه الله يضع امام قلوبكم وعيونكم انه ما يبهك قلبه انه ولاده ينضم الى جسد الرب الى جسده الى الجسد الكبير الكنيسة اللي هو انا وانت مش المباني انه المؤمنين اللي داخل الكنيسة يكون هدفهم انه هم يوروا الاخرين محبة يسوع ويبقوا علامة لمحبة يسوع انعكاس لمحبة يسوع خلي شهر مارس يكون شهر نصلي فيه من اجل خدمة الرب ومن اجل انضمام الكاثرين للكنيسة ومن اجل البشارة بالانجيل خلينا نصلي ان الله يجذب قلوب مختارين ويعلمنا ان احنا نتحت فيه وانه تكون شهوة قلوبنا ان احنا نشوف ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يرجعون قولوا معايا رب نريد ان نرى ثمر وخلاص في هذا الشهر كما لم نرى من قبل كما لم نسمع من قبل يا رب احنا بنشهد امامك انك في السنين الماضية ضميت ملايين من اولادك العابرين من خلفية اسلامية وايضا ملايين من المسيحيين اللي كانوا بعيدين ولكنهم شافوا عملك كما كانت الكنيسة الاولى كانت كنيسة العابرين مثل اخواتنا المسيحيين فعادوا الى حضن الابرين لكن انا بسألك رب اليوم باتحد مع اخواتي انه خدمتك في هذا العام ترين عجائب ومعجزات وانضمام ملايين من اولادك لجسد الرب اليوم يا رب بنصلي انك تؤهب قلوبنا ان احنا نصدق انه المعجزة دي قادمة وانها هتحصل لاننا بنثق رب في انه عملك هو ما يغير الارض من حولنا فبنصلي بالامان انه نقدر نقول انه كان الرب كل يوم يضم الكاثرين الى الكنيسة في اسم يسوع ننتقل بقى من شهر مارس لشهر ابريل شهر ابريل الاية اللي كانت واضحة بالنسبة لي هي انه المحبة الكاملة تطرح الخوف خارجا الخوف اداة الشيطان والحرية الكاملة عطية الله الخوف اداة الشيطان والحرية الكاملة هي عطية الله فخلينا نصلي الشهر ده انه رب يحررنا من كل قيد شيطاني يمنعنا من اننا نحيا لمجده ومن كل قيود الخوف الخوف زي ما بتقول الاية لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى الخارج لان الخوف له عذاب واما من خاف فلم يتكمل في المحبة الحقيقة انه السنادي ربنا وضح لي حتة انه الخوف له عذاب واننا كتير ما بننتبهش انه دي من اكبر ادوات الشيطان ومن اكترها تأثير علينا لانه بيستخدمها في اننا نتقاعس على اننا نقدم الرسالة بلا خوف قل له يا رب النهاردة انا عايز اقدم الرسالة بلا خوف ولا تردد في اسم يسوع نكسر وننتهر ونمحو كل روح خوف موجودة في وسط جسد الرب والمؤمنين اليوم يا رب في اسم يسوع انا بنتهر كل روح خوف تقيد اي عابر جديد عايز يعيش الحياة الحقيقية مع المسيح يا رب بنتهر اي روح خوف في اسم يسوع تقيد اي شخص باحث انه يتقدم ليك وانه ياخد الخطوة الجديدة في هذا العالم يا رب بنصدقك انت انت واحدك تستطيع انك تكسر روح الخوف ووسطنا لانه انت القوة الحقيقية لانه انت الطريق والحق والحياة لانه انت مصدر الحرية اللي احنا بنريدها اليوم فبنصدق يا رب انه انت في هذا العام تكسر روح الخوف بالكامل من وسط الجسد وبنسألك انه تعطينا ان احنا نقدم رسالتك بلا خوف ولا تردد لانه بالفعل لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى الخارج بنقولها بإيمان انه محبتك الكاملة تنتزع كل ده من قلوبنا يا رب بنصلي انه تنتزع من وسط الكنيسة والمؤمنين روح الخوف في اسم يسوع هذه روح المعطلة لعملك ونسألك حرية الروح القدس في قلوبنا وحياتنا معاك وبنصلي من اجل كل اخواتي واليوم السامعين واللي لسه حيسمعه في الشهور القادمة لكل المجد والكرم امين مايو انا اخدت فيه سفر اية من سفر العدد وهي بركات الله لشعبه البركة الهارونية ولكن هذه البركة هي بركة من فام الرب بنصلي انه الشهر ده يكون شهر بركات وحماية الرب ورحمات الرب اللي بتتجدد عليكم كل صباح وسلامه الذي يفوق كل عقل في الشهر ده في ابريل يكون احساسكم ومعرفتكم ورؤيتكم لبركات الرب في حياتكم وحمايته وسلامه واضحة بنصلي وعد الرب ده على ابنائنا كمان زي ما وعد انه هو يحفظ ويحمي اجيال من ابنائه من شعب اسرائيل هكذا يفعل معنا من جيل الى جيل الى الف جيل في اسم يسوع بتقول الاية يضيء يباركك الرب ويحرسك يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلام في اسم يسوع يا رب بنصلي انك تطلقنا في حمايتك وبركاتك لنستعد للحصاد الاتي يا رب بنصلي انه تحصن قلوبنا بحمايتك في هذا الشهر واننا ننعم نستمتع في حضورك في هذا الشهر نشبع من بركاتك في هذا الشهر نفهم معنى حمايتك في هذا الشهر حتى نعد للحصاد القادل يا رب مش بس بنصلي ده من اجل اثارنا ولكن ايضا بنصلي ده من اجل الخدام ابنائك الحاملين الكلمة يا رب بنصلي انك تباركهم تحرسهم تحفظهم تمنحهم سلام كما وعد تحفظ اصرهم كما وعد تحفظ ابنائهم كما وعد في اسم يسوع اعد قلوبنا للحصاد الآتي في اسم يسوع امين في يونيو من انجل لؤة والآية عشرة الآية بتاعت الشهر ده تركزها هي اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة لحصاد الآية بتقول كده ان الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاد سؤال اخواتي الاحباء انتو بتصلون لنا قد ايه انتو يا جسد الرب بتصلوا لخدام الرب قد ايه انتو يا خدام الرب اللي هم جسد الرب على الارض يعني انتو برضو خدام لكن قد ايه بنصلي بتركيز في حياتنا انه ربنا يعدد المرسلين انه ربنا يعد المرسلين محتاجين انه انه احنا نرفع اخواتنا واحنا كخدام قناة الحياة بنقولكو خدوا الشهر ده تصلوا من اجلنا صلوا من اجل الواقفين امام الكاميرا تصلوا من اجل الواقفين خلف الكاميرا تصلوا من اجل الناس اللي بتساعد في الاعداد وفي المباشرة وفي التلمزة صلوا من اجل خدام الرب في قناة الحياة وكل الخدمات الموجودة اللي بتنشر بامانة خدمة المسيح محتاجين انكم ترفعونا محتاجين ده على فكرة جزء من مهمتنا ان احنا نصلي من اجل الناس اللي رب دعيهم للحصاد هو اللي قال كده صلوا من اجل دول من اجل الفعلة اللي انا لسه بعدهم صلوا فكم نصلي من اجل ان يعدد الرب هؤلاء المرسلين ازاي بنصلي ان الله يعطينا ادوات تساعدنا في نش البشارة ازاي بتصلي ان الله يكفي كل احتياجات الخدام والقنوات والبرامج وبيوتهم وعائلاتهم بتصلي من اجل ده من فضلك وصلوا معنا المهمة الاولى هي اننا ننشر كلمة الرب نوصل بشارة الرب للجميع لان الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يرجعون هذه الطلبة هي حسب قلب الله لكن هل هي حسب قلبك هل هي مهمتك الاولى هل هي في فكرك وانت بتصحى كل يوم يا رب خلي قلبي بقى فاهم يعني ايه الجميع يخلصون خليني اكون جزء من هذه الرسالة هل تفكر هل تفكر في المان تهدوك وتردوك من اجل اسم المسيح وتضع حاجز كده بينك وبينهم ولا بتصلي ان الرب ينير قلوبهم بخلاصه بنعمته بتحريره بكرمه الصلاة دي نفسي انه انا بصلي كل واحد منكم يتوب عن فكرو تجاه هذه النقطة او يتوب انه لم يفكر في هذه النقطة النقطة ولكن فكروا معايا انه الله او صلوا معايا ان الله يملأ قلوبكم بفهم للمسئولية الاولى لابناء الله وهي توصيل كلمة الرب للمحتاجين وانكوا تكونوا جزء من الحصاد يا رب انا بصلي من اجل قلوب اخواتي المستمعين والمستمعات اليوم ولكل من يسمع هذا المقطع مرة اخرى بصلي انك تغير فكرهم وقلبهم وانه كل اللي بيسمعني النهاردة يضع نفسه على المذبح ويقول يا رب ساعدني ها انا ده ارسلني استخدمني كملني علمني حتى اكون مستخدم في خدمتك وبفهم حقيقي وباستلام من روحك القدوس يستلموا منك ويسلموا محبتك للاخرين في اسم يسوع وصلي امين احنا كده تقريبا وصلنا لنص السنة فاضل ست شهور وست آيات الآية اللي جاية في يونيو هي من مزمور ستة واربعين الله الله في وسطها فلن تتزعزع يعينها الله عند اقبال الصبح كفوا واعلموا اني انا الله اتعالى بين الام الآية بتاعت الشهر بتاعت يونيو هي الحقيقة التركزها كفوا واعلموا اني انا الله انا اؤمن اننا سنرى معجزات الله سيحققها من خلال هذه الصلوات اللي انتو هتقدموها معانا واللي احنا هنقدمها كل شهر في الشهر في السنة اللي احنا هنصلي فيها دي الله هيحقق معجزات تفتح عيوننا وتشجعنا وتخلينا نتقدم في الايمان لانه عايز يعطينا اكتر وايضا عايزنا نستريح امامه يوليو شهر نرتاح فيه ونسمع من من الله ونستمتع بعمل الله ونستمتع باستجابات الصلاة ونؤمن ان بيوتنا وخدماتنا لن تتزعزع من هجمات العدو وانه حتى ولو بيتنا في بكاء يشرق الرب نوره علينا فيأتي الصباح بترى النوم خلينا خلينا نستريح ونصلي في محضر الرب بالثقة في هذا الشعر ثقة اننا نرى رب الجنود الذي معنا في وسط هذا الشعر الله اللي هو في وسطك وفي وسطكم فلن تتزعزعوا ككنيسة وكمؤمنين الله المعين لكم فكفوا وعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم رب الجنود معنا ملجأنا الهي عقوب رب احنا بنلجأ اليك انت في كل يوم لتشرق بنور وجهك علينا تعين الكنيسة في وسط الاتهاد لتقوي اخوتنا المؤمنين الموجودين في وسطنا الان يعني لنصمت حين تريد امين يا رب ونكف حين تعمل انت ونسمع حين تتكلم انت لانك انت ملجأنا الهي عقوب يا رب اصلي انه هذه الراحة اللي انت عايز تديها لنا في هذا الشهر تنتج قوة روحية كبيرة للشهور القادمة وللسنين القادمة وللحصاد القادم في اسم يسوع شهر اغسطس الاية اللي فيه النهاردة وتركزنا عليها تكون من انجيل متى 11 والآية 28 نجد مصدر الراحة الوحيد لنا في دعوة الرب يسوع ان نأتي اليه بكل احمالنا ومتعبنا وانا انا 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 كنت بصلي من اجل شهر اغسطس بالتحديد وكان ربنا وضع امامي صورة كده من الدفء والامان والارتياح وخصوصا انا انا الراحة يا رب منصلني من أجل المتعبين المحرومين والمكسورين اليوم من أجل إخواتنا العابرين من أجل إخواتنا المسجنين من أجل اسمك من أجل من هم الآن من العابرين أو المؤمنين عموما سفراء في سلاسل كما كان بولس يا رب منصلني من أجلهم منرفعهم أمامك يا رب زي ما كان بولس واللي معاه في وسط القيود وإنت كنت قوتهم كون قوة إخواتنا في الأسر حول العالم يا رب زي ما أطلقت بطرس وزلزلت ملايكتك أبواب السجن أطلقهم في اسم يسوع أعطيهم معرفة إن الحرية التي في داخلهم أنت وحدة مصدرها ولكنك أنت أيضا تعطي حرية في الجسد يا رب نأتي أمامك من أجل كل خادم للرب متعب وثقيل الحمل والقلب اليوم جدد يا رب فرحه وإدرم نار الروح القدس في قلبه وكل كيانه ليتجدد كالنسر شبابه وقوته ومعرفته بحضورك في اسم يسوع أمين أمين الرب يسمع ويستجيب سبتمبر هو شهر حناخد فيه آية من سفر يشوع في بداية المسئولية الكبيرة اللي يشوع أخدها في قيادة شعب الله لأرض الموعد ييجي كده وعد الرب وأمره إنه يتشدد ويتشجع الرب إلهك معك أينما تزهب بيقول كده أما أمرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تزهب دي أول آية حفظها حفيدي الصغير بعدها لما فهمها وعاها وهو عنده تلات سنين على فكرة أو يمكن كان عنده سنتين وقتها ما بقاش يخاف ينام لوحده لأنه عرف وصدق بإيمان الأطفال إن يسوع معاك أينما ذهب ولما يجي يقول كده wherever I am أينما كنت هو عارف فأنا بصلي إنه الله يعرف قلبك هذا المعنى اليوم وعد الرب واحد ما بيتغيرش من إيمان طفل صغير لرجاء واحتياج قادة شعب الله فأنا النهاردة بقول لك يا ابن الله ويا بنت الله يا قادة شعب الله لا ترهب تشدد تشجع الله بيأمرك إنه لا ترتعب لأنه الرب إلهك معك حيث ما تذهب يا رب اعطينا وعد بحضورك اليوم وإيمان بوعدك يا رب بنصلي إنه تكون محبتك في قلوبنا مصدر شجعتنا في وقت الصعوبات بنصلي إنك تجعل في البحر طريق كما وعدت وأن تقودنا ومن دعوتنا لنخدم إلى طريق الملكوت يا رب شجع قلوب إخواتنا العابرين في كل مكان في هذا الشهر وكن أنت قوتهم وكن أنت تشجعهم وكن أنت حمايتهم وكن أنت سلام قلبهم في هذا الشهر وإلى الأبد في اسم يسوع فاضل دقائق بسيطة خليني أكلمكم عن شهر أكتوبر شهر أكتوبر الآية اللي فيه هي من إنجيل يوحنى وهي أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل أنا حصلي معكم على طول وعايزة أصلي أنه الله يعني يعطيكم فهم خاص لهذه الآية بتقول كده السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا فقد أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل في اسم يسوع يا رب الأفضل هو إننا نكون في حضنك ولكن الأفضل من مفهومك هو ما نريد بنصلي يا رب أنه ده يتحقق في وسط بلدنا وحياتنا وعائلاتنا وخدمتنا بنصلي يا رب أنك تفتح فهم أفضل وأعمق لمحبتك في وسطنا في اسم يسوع أمين نوفمبر مزمور 37 مزمور 37 بيقول كده من قبل الرب تثبت خطوات الإنسان وفي طريقه يسر إذا سقط لا ينترح لأن الرب مسند يده والآية 25 اللي أنا عايزاكم تركزوا عليها النهاردة أيضا كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا يتخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا النهاردة شهر نوفمبر هو شهر العابرين لأنه فيه حيكون يوم الصلاة الثانوي للعابرين لكن إحنا كل هذا الشهر حنكون بنصلي من أجل العابرين ومن أجل أنه أمانة الله في حياتكم أمانة الله في حياتكم هذه الآية تعني أمانة الله في حياتك وإنت صغير لحد ما جبرت أنا حقول شهادة عن أمانة الله في حياتي الله لم يتركني وحدي حتى في أحلك لحظات حياتي وأنا مهددة وأنا ما عنديش وأنا هربانة وأنا حضن أولادي وبنجري من ناس عايزين يقتلونا مخاطر كتيرة أنا كعابرة مريت بيها لكنها لمحة كل اللي أنا مريت بيه ده لمحة من اللي أنتوا بتمروا بيه على الأرض لكن أنا حقول لكم كواحدة مرت بكل الحاجات اللي مريت بيها دي في الطريق مع الرب أنه دي ما كانتش بس هي الصورة ولكن الصورة الحقيقية كانت لمسات الرب ياد الرب اللي تدخلت بالحماية وبالبركة وبالعطاء وبالكرم اللي الله أكرمني بيه في وسط هذه الأزمات أشهد لله أن أنا كنت فتاة وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا لأن الله أمين على حياتنا وعلى حياتك هو أيضا أمين ثق في أمانة الله في حياتك ربا بصلي أن الآية دي تتحقق لأجيال قادمة من العابرين والعابرات وأبنائهم وأحفادهم وأجيال قادمة وكنيسة العابرين الشاهدة عن أمانة يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد الله المحب الصادق الله الذي هو الطريق والحق والحياة تكون هذه هي شهادتنا وأمانتك تتحقق في وسط في اسم يسوع أمين الآية الأخيرة لهذا الشهر هي لشهر ديسمبر وهي آية من سفر أشعياء تسعة بيقول كده ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور اليوم نحن نشهد وأنا بقول معاكم في اسم يسوع الآن أنه الصلاة دي والآية دي كانت شهادة عن القادم عن خلاص الرب نوره العظيم الذي أشرق بالخلاص على العالم كله ولكن أنا أيضا بتنبأ في اسم يسوع أنه في شهر ديسمبر هنبص للعام الماضي ونقول أنه الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور عظيم لأنه هيكون في أعداد غير عادية من المؤمنين تأتي إلى نور الرب يسوع يا رب بنصلي أمامك بقوة الروح القدس في اسم يسوع أن تحقق خطتك في حياة المختارين وأن تؤيد قلوبنا بفهم وتوضح صوتك لخدامك أنه لا كلمة تخرج من فم أين مننا يا رب في اسم يسوع وأنا خاصة بصلي من أجل خدام قناة الحياة المقرسين لمجد اسمك يا رب ومن أجل كل خادم يا رب ياخد منبر يقف ليتكلم فيه عن يسوع المسيح أنه كل كلمة تخرج من أفواهنا تكون مؤيدة بروحك القدوس وأنها تأتي بثمر خمسين وستين وسبعين وألف ومئة ألف في اسم يسوع حسب قلبك أنت وليس حسب قدراتنا الشخصية يا رب أنا أؤمن أنه في ديسمبر 2021 حنكون بنعمل شهادات وشهادات وبنتكلم عن معجزات ومعجزات عملتها في حياة الكاثرين نشكرك لأنك تسمع وتستجيب نشكرك من أجل أمانتك في العام الماضي كله ونشكرك من أجل تحقيق وعودك في العام الماضي كله وفي الحياة الماضية كلها ونؤمن يا رب أنه القادم أفضل معك في اسم يسوع أصلي أمين نور الرب يشرق على حياتكم ديسمبر مش نهاية السنة للمؤمنين ديسمبر دايما بفكرنا بميلاد المسيح البداية الحقيقية لحياتك وحياتك مؤمنين الله عمان وإيل معنا الذي هو معنا هو مصدر هذه البداية الجديدة اللي تعطينا رجاء إن إحنا شفنا النور العظيم اللي ما لحياتنا وغير حياتنا بص الديسمبر على إنه بداية للأبدية ولكل من يؤمن بيسوع المسيح اليوم ولكل من يقدم نفسه ليسوع المسيح اليوم أنت أخذت حياة أبدية لا يمكن يعطيها إلا من هو الطريق والحق والحياة يسوع المسيح كل سنة وإنتوا طيبين والرب يبارك حياتكم في سنة جديدة مليئة بنعمه كل سنة وإنتم محبين لمن حولكم كل سنة وإنتم مثل للمسيح كل سنة وإنتم مرآة المسيح في مجتمعاتكم كل سنة وإنتم منارة في بيوتكم كل سنة وإنتم مسامحين معطين مغضقين محبين في اسم يسوع المسيح أنا بحبكم من كل قلبي وبشكركم وبشكر فريقنا العظيم في قناة الحياة على محبتهم المقدمة دائما في العمل والتفاني أمام الله من أجلكم ومن أجل يسوع المسيح صلوا من أجلنا وألتقي بيكم في حلقاتنا المعتادة من الأسبوع القادم في اسم يسوع إلى اللقاء